أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر طول اهتماما كبيرا بزيادة معدلات التبادل التجاري مع بيلاروسيا بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين جاء ذلك خلال عقده ونظيره البيلاروسي جلسة مباحثات موسعة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك ذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأعرب مدبولي عن تطلعه لتصدير المزيد من المنتجات المصرية للسوق البيلاروسية خاصة المنتجات الغذائية والفاكهة والمنتجات الدوائية وبعض المنتجات المعدنية كما رحب بجهود دفع العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية المختلفة من جانبه أكد رئيس الوزراء البيلاروسي على أن مصر تعد من أهم اللاعبين المؤثرين اقتصاديا في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط معربا عن تطلعه إلى الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا